تقدم نقوش منحوطة على ألواح سخور بازلتية ضخمة اكتشفت صدفة في محمية طبيعية إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة رؤية جديدة عن ثقافة غامضة ازدهرت في المكان قبل آلاف السنين وتتشكل هذه البنية المعمارية من سخور صوانية ضخمة أو ما يعرف بالدولمن وقد استخدمت كمقابر قبل حوالى 4000 إلى 4500 عام وتحديدا في العصر البرونزي الوسيط عندما نظرنا إلى الدولمن وجدنا أن ذلك الشيء لم يكن مجرد خطوط منحوطة أو بعض البقع على الحائط بل هو فن صخري وليس مجرد فن صخري بل أجمل فن صخري رأيته داخل دولمن وهو الثاني المعروف هنا في الشرق الأوسط ويعود إلى شريك بيرجر في الأبحاث أستاذ علم الأثار جونين شارون الفضل في اكتشاف أثري مهم آخر في المنطقة فبينما كان يتنزه مع أطفاله في 2012 في حقل يضم حوالى 400 دولمن ولد جلوسه في ظل المعلم الأكبر في الموقع لاحظ شارون أشكالا غريبة على اللوح السخري الذي يشكل السقف وبدت له أنها تشكلت على يد أحدهم هذا الأمر أشبه برسالة من الماضي تشير إلى مكان عليها عالم الثقافة والرمزية بما يتجاوز مجرد نصب أحجار ضخمة هذه الصخور هي من بين آلاف صخور الدولمن المنتشرة في المنطقة ولا تزال هوية ومعتقدات الأشخاص الذين بنوا هذه الآثار غامضة إلى حد كبير لكن اكتشاف تلك الخطوط الذي حصل من طريق الصدفة قد يغير ذلك